في تغريدة نشرها رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم الصحافية سيف الحاضري على حساب الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي X صرح فيها عن تسريب معلومة من شخصية مقربة من علي محسن بشأن قوات درع الوطن ودورها في المشهد اليمني وأكد الحاضري أن هدف قوات درع الوطن منذ إنشائها لم يكن تأمين عدن أو المشاركة في معركة الحكومة ضد الحوثيين وأضاف الحاضري أن هذه القوات تأسست لتحل محل الجيش الوطني في سيئون ولتمتد نشاطاتها حتى النقاط الأخرى في البلاد وشدد على أن عملية الانضمام إلى قوات درع الوطن تخضع لشروط مناطقية حتى الحد الذي يرفض فيه انضمام أولئك الذين يعتقدون أن أصولهم لستحضرمية واستمر حديثه بالتطرق إلى ميليشيات اليمن معتبرا أن تشتت اليمن وتفككها هي نتيجة جريمة تحالف عربي شكلا للقضاء على الحوثيين ولكنه انتهى بالتحالف مع ميليشيات أخرى محلية وجهوية ودينية وأخيرا ختم الحاضر تغريدته بالقول أن الجمهورية اليمنية تتعرض للتفخيخ بموافقة القادة والأحزاب الذين يعتقدون أنهم يدافعون عنها اشتركوا في القناة